ينضم إلينا من تونس الكاتب والمحلل السياسي لطفي بن صالح أستاذ لطفي ما المتوقع من موقف قلب تونس في منح حكومة الفخفاخ الصوت من عدمه مرحباً خير يبدو أن موقف حزب قلب تونس حزب نبي القروي يتجه نحو ترجمة ذلك الغضب الذي يكتنفه أو مفاك يكتنفه هذا الحزب وناخبيه ومناصريه فهذا الحزب تم إقصائه بالفعل من تشكيل الحكومية لإلياس الفخفاخ وقيس سعيد رئيس الجمهورية وتم ترجمة كذلك من قبل إلياس فخفاخ ما وعد به قيس سعيد من كون هذه الحكومة ستتشكله من الأحزاب أو من الأطراف التي كانت قد سألدت قيس سعيد في الاتخابات الرئيسية وكأن حملة انتخابية يعني لا نقول مسبقة ومبكرة وأنما متأخرة ما زال يقوب بها إلياس الفخفاخ في الأثناء وباختصار حزب قلب تونس يبدو كما قلنا أنه يتجه إلى معارضة أو عدم التصويت على حكومة إلياس الفخفاخ ولو أننا لا نستغرب أو نعتقد بدون استغراب أنه قد يتجه في آخر الأمر إلى إلى هذه الحكومة كل التصويت وكل المصادقة لكن هذا لا يعني أن حزب القروي سيكون في الحكومة أم أطراف من الحزب لأن هناك من يرى أن آراء عدة داخل قيادة الحزب حزب قلب تونس هناك من يرى أن ربما هذه الكتلة ستصوت لصالح تونس لصالح البلاد وليس لصالح حكومة الفخفاخ وهناك من يرى العكس أنه لن يمنح هذه الثقة لهذه الحكومة التي من الأول رفضت مشاركتها بالفعل يعني كل ما جرى أو ما حدث في الأيام الأخيرة وكلنا نعلم به أدى إلى نتيجة لما توقعها البعض وهي نتيجة انقسام أو ربما نقول احتمال انقسام سيأتي على حزب قلب تونس انقسام بين مؤيد لهذه الحكومة وبين معارض لماذا؟ لأن حركة النهضة عندما ناورت كل تلك المناورات وقامت بكل تلك الحسابات المسبقة قبل الموافقة على حكومة الياس الفخفاخ كانت تلوحوا بتلك الصورة وكأنها مع حزب قلب تونس لكنها سرعان حركة النهضة ما لهفت أو انقذت بين معاقفين على الحقابة الوزرية التي تريدها فتركت حزب قلب تونس جانبا ولم تعد تلك حركة النهضة يعني تتعذ من ذلك الاقصاء الذي كانت تلوح وتهدد بكونها لن تصوت لحكومة الياس الفخفاخ إذن حزن بالقروي هو الآن لن يمكن أن نقول أنه في مهب الريح لكن لكن حزن بالقروي سيبقى بمثابة المحرار فهو أحد عناصر المعارضة حسب ما يبدو في الفترة القادمة بمرافقة أو بمعاية بين صحبك حسب تحليلك ومتابعتك لتجهيز هذه الحكومة وتجهيز حقائبها هل هي قادرة لإخراج تونس من أزمتها السياسية ومعافاة اقتصاد تونس؟ تشكيلة حكومية باختصار يعني تشكيلة حكومية للاسفخ فيها قامت على المحاصصة الحزبية قامت على الترضيات السياسوية قامت على أعطي لهذا وأحدث من ذلك تلك الحقاب يعني قامت بلا مبادئ موضوعية يمكن أن تؤدي إلى أنقاذ البلاد وبالتالي فهذه الحكومة ليس فيها تناسق ليس فيها انسجام بين مكوناتها ليس هناك حتى يعني بوادر انفراج من أجل برنامج فعلي وحقيقي لإنقاذ البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي بل أنها لا تبشر إلا بين معاقبين لا تبشر إلا بانخرام سياسي مستمر أي بتجذبات سياسية ستعادوا أو سيعادوا إبرازها حتى بعد المصادقة على حكومة ليس الفخفاخ أي أن كل تلك التجذبات السياسية لن تخول لحكومة ليس الفخفاخ إنجاز ما يمكن أن تعيد به هذا الشعب من إنقاذ للبلاد وهو ما يلوح إلى حد الآن يلوح بكونها حكومة فاشلة حتى قبل أن تلدها أو حتى قبل أن تبدأ عملها وهذا هو الهاجس العام والمناخ العام والتفكير العام الذي يكتنف مختلف أذان تونسيين نعم الكاتب والمحاجد السياسي لطفي بن صالح شكرا جزيلا لك كنت معنا من تونس ترجمة نانسي قنقر